وضمن سيل مفتوح من القراءة والمفاجآت يتحدث القانونيون عن خيارات مطروحة على الطاولة من بينها الاكتفاء بإنهاء عضوية الحلبوس البرلمانية وحضم الذهاب إلى تداعيات الحنث باليمين وغيرها من الملاحقات مثل ما يطالب محام الطرف الآخر بحسب رأيي قانوني فإن إسقاط الاتحادية لعضوية النائب ليث الدوليم أيضا فيها رسالة لجميع السياسيين بوجوب عدم الاستهانة بمسؤولية تمثيل الشعب وإبعاده عن المزاجيات والمصالح الشخصية بما يضع سياقات جديدة للعمل السياسي وبغض النظر عن الجهات المستفيدة والمتضررة من إقالة رئيس مجلس النواب فإن القوى السياسية السنية بدأت ترتيب أولويات التحرك خارج مفهوم التنافس الشخصي أو الحزبية بوضع مصدات أمامية لمنع أي تهديد للسلم المجتمعي خاصة وأن الطرف الآخر في المعادلة هو القضاء العراقي المستقل ترجمة نانسي قنقر